السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه صدق الله العظيم وما النصر سوى صبر ساعة تحية نضاليا لجميع الأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات الأشاوس الأبطال من طنجة إلى القويرة وتحية نضاليا خالصة وخاصة لجميع الشرفاء والشريفات من الأساتذة والأستاذات الذين خاضوا جميع أنواع الاحتجاج والنضال من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة كاملة مكتملة غير منقوصة تحية نضاليا لهيئة الإدارة الطربوية إسنادا ومسلكا وللأستاذات وللأساتذة أطر الأكاديميات الذين فرد عليهم التعاقد وحييهم على نضالهم المستميت من أجل انتزاع حقهم من المشروع والشرع في الوظيفة العمومية تحية نضاليا أما بعد إذن مواصلة للحديث حول مظلومية ضحايا النظامين ألفين وثلاثة خمسة وثمانين الذين توظفوا بالسلم السابع أو بالسلم التامين والذين تم إحصاؤهم كما قلت جميع من وظف من ألف وتسعمية وثنين وثنين إلى غاية ألف وتسعمية وثنين وأخص منهم دائما الضحايا الحقيقيون الذين تم التعسف عليهم بفعل المرسوم الجبان الجائر المشؤوم جوز ساعة عشر خمسمائة وربعة الذي اكتوى بنيرانه الجميع حتى من ساهموا في تنزيل هذا المرسوم سواء من الضحايا سواء من النقابة كل من ساهم في هذا الحل اكتوى بنيرانه ولكن الذين يعني تآمروا عليهم وتم إقساؤهم والكل تكالب عليهم هم المتقاعدون السابقون الذين تقاعدوا ما قبل ألفين واثناش إلى غاية المرسوم الجبان ديال ألف وتسعمية وخمسة وثمانين وهاهم الآن يعودون بوجوه جديدة من أجل يعني اللاعب مرة أخرى ومن أجل يعني أن يعني يتآمر مرة أخرى من أجل إقساء المتقاعدين السابقين الذين تقاعدوا ما قبل ألفين واثناش إلى غاية المرسوم ألف وتسعمية وخمسة وثمانين فنفس النقابة ونفس يعني الضحايا الذين قاموا بتنزيل هذا المرسوم الجبان الذي خلف خلف عدة ضحايا والضحايا والضحايا الأساسيين الذين تم إقساؤهم وتم التأسف عليهم وهم الضحايا الذين تقاعدوا ما قبل ألفين واثناش جميع الأفواج من ألفين وثلاثة إذن سأ أوجه كلامي إلى وزير الطربية الوطنية من أجل أن يكون على علم وعلى يعني يكون قريبا من الحيتيات التي على أساسها تم التعريف بالمظلومية وعلى أساسها يعني بنية المظلومية التي أقر بها الجميع ومن بعد يعني اجتمعوا في اللجام التقنية من أجل إيجاد حل وانصف ولكن الحل كان مخيبا للأمال لأن كانت هناك حسابات ضيقة سواء من طرف بعض النقابات سواء من طرف يعني الإدارة سواء من طرف بعض الضحايا الذين تم تسخيرهم من أجل إقساء المتطعين السابقين ما قبل 2012 فالمظلومية كما قلت بدأت من 2003 عندما تم تنزيل المرسوم الجوز 0 854 الذي صدر بالجريدة الرسمية في 13 فبراير 2003 آنذاك بدأت المظلومية والجميع خرج للاحتجاج من أجل يعني استرجاع حقوقه وأنجل استيزاع حقوقه وقد تقدمنا بشكايات وبطعون إدارية سواء في 2003 2004 2005 2006 إذن المظلومية بدأت منذ 2003 وليست منذ 2012 كما يرتضيها الجميع ولا زال حد الآن يدافعون عليها النقبة التي ساهمت في الحل واقترحت تاريخ الواحد وحد 2012 بتآمر مع بعض الضحايا هي الآن نفسها لا زالت تدافع عن وحد وحد 2012 كحل إذاري إذاريا ابتداء من 2001 2012 لازالت مصررة عليه ومن أجل أن تقصي كل منطقة عدماء قبل 2012 إلى غاية المرسون ذيخ 1985 رغم أنهم هم ضحايا الحقيقيون في الأول كانوا لا يبحثون إلا على مصالحهم تقلبوا على المصلحة دي جاءوا قسم الضحايا المزاويلين ومتقاعدين مزاويلين من 2016 وما بعد متقاعدين ما قبل النقابة التي سامت في الحل هي عارفة رأسها في شهر 8 2018 اجتمع بهم وأبدأ يحوالهم ويصر عليهم بأن يقبلوا الحل قبل انصرام الشهر الإصلاح المقياسي السناديق التقاعدين وقبلوا بالحل رغم أنه سيقسي كل المتقاعدين الحقيقيين لما قبل 2012 ويقسي حتى لما قبل 2011 2018 لأنهم سيكونوا داخلين في المضمون في مضامي المرسوم سيكونوا وقبلوا سيكونوا وقبلوا بالحل كلهم غير لأنهم يشدون الأونز يدوز الطرقة يضمنها يشد النصيب من الكعكة ومن بعد يخرج ثاني يطالب بالمزيد فهل من مزيد ومن بعد من يكملوا هذا جاءوا ثاني من يبقى المتقاعدين السابقين لم يشمل لهم المنظام يندير المرسوم جاءوا ثاني واللي حسابات نسلتين تاموا لهم واللي كانوا حاطين معاول ميل من 2012 جاءوا بقوتي يدفع لهم تدوز دوز بالطرق ملتوية لأنها كيف لا يعقل بأن نفس النقابة التي تبنيت الملف والنفس الكاتب العام دي الوزارة واللي كان تبني الملف دي الوزارة الذي كان تزاهم التنسيق هو عارف راسف التنسيق المزاوين الذي قسم هذه الضحايا إلى قسمين الكاتب العام و المنسيق مسؤول على الضحايا للمزاورين ماذا قال لك سيدير تسكنه في نفس في نفس البلاد في ولاد بلاد وحدة وتأمد وتم التآمور ودوز دوز ابتداء من واحد 2016 إذن كان الترقية بأطى الرجعي وعاودوا تاني رجعوا ودوز المتقاعدين رغم أنهم حالهم بحل المتقاعدين اللي تقاعدوا ما قبل 2012 كلهم يعني تنتسبوا إلى النفس الفئة اللي هي المتقاعدون السابقون وعندهم تتوفرها لنفس الشروط إذن لأنهم تنتسبوا إليهم وما عندهم انتماءات مقليهم دوزهم من 2011 2012 والغارب في الأمر أنه كانوا بقاوشي وحدين يعني مستوفى الشرط النظامي ديال العشر سنوات والآن الآن ترجعوا هذو كل اللي يترقاوا النفس اللي يترقاوا من 2017 2018 إلى آخر رجعوا تاني بوجوه جديدة وفتحوا لهم المقارات ديال النقابة ديال هذك النقابة فتح لهم النقابة باش يكونوا تنصيق ديالهم أو الجمعية ديالهم تجمع ديالهم ما ما فهمناش نحن كيفاش النقابة هي تساهم في في تشكيل تنصيقيات وجي تاني من بعد وجي تبنى يعني الأشياء الملتوية الحيال النقابة تساهم في تكوين التنصيقية وتعاود تنتبنى تختار قوة تتبنى باش يركبوا على الملف ديال ضحايا ما تبقى من ضحايا النظامين وباش مدالا يقصوا المتقاعدين اللي ما قبل 2012 إلى غاية المرسوم ذي الخمسة وثمانية علاش تقول لك بأن هذك التعويضات أو الغلاف المالي اللي غادي تخصص الناس اللي تقاعدوا مع قبل 2012 باش يعاود تاني يستافذوا منهم ومرا تستافذوا من الترقية واللاخرين تاني يعاود تستافذوا مرتين ورغم ذلك خصهم يرجعوا يبانوا تاني في في إذن كما قلت استافذوا من حقهم في الكعكة ترقاوا واللاخرين تاهم وترقاوا وذلك اللي يبقوا منهم ما بعد 2012 يعاود راجعين الآن هذه نفس النقابة التي ورطت وزير التربية الوطنية ورطت الوزير ب تصريحات دياله مع الإدارة الترباوية ومع المتصرفين ومع الحرات العام ومع خرجوا مساكنتيا كله العصاب بعد ما كانوا طم منهم قل لهم رأس فر المير بدي تتفاجئوا بأن مكلا مرسيم ولم يحزان هم كانوا ستلاعبوا بهم ويأخذوا الأصوات ديالهم في انتخابات تعاض ديال العام والوزير طمنهم صدق هذاك طمنهم وصافي قال لهم باش الدخول المدرسي يدوز على خير وبخير من بعد قدعوا غارض هم نفس الشي كما داروا في آخر السنة العام لي فات بيضاء ومشون عسول وزول الصيد ديال ومعروس الدخول المدرسي تهني نفس المسألة جاءوا الإدارة الطربوية جمعهم قال لهم من الصافي الملف ديال كمرا تسوى من ضمن أن الملف صافي أن الأمور مشاتوا الدخول المدرسي بشم زيان هتيتفاجئوا بأن رمكين لم يرسيم ولا يحزانوا دائما نفس الألعيب ونفس المصداقية والصدق وآخر قلت لك الضحايا النظامين هم استافذوا من الكعكة والآخر يستافذوا من الكعكة وراجعين تقول لك هناللي ضحايا هناللي ضحايا هناللي استافدنا هم هم استافذوا واقي الضحايا أما مازال ضحايا أما اللي ما قبل 2012 تل 85 ساكن طقائين السابقين اللي تقاعدوا ورغم عنهم هم الأصل اللي تبنيت النمو قال لك الله هذو ماشي ماشي ضحايا موالو جيين باغين تاني يكملوا دكش اللي كله كله الحق ديالهم وباغين باغين يزيدوا تاني باغين باغين يزيدوا ويريد انهم يعترفوا بعدها بالناس اللي متقاعدين ما قبل 2012 جميع النقابات اللي دارت هذه النقابة اللي مسؤولة أمام الله وأمام العباد واللعنة ديال 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 الضحايا للناس مساكن الكبار في السن راد تلاحقهم إلى يوم الدين والعاقبة ديالهم واتخرش على خير وبخير سواء في الدنيا سواء في الأخيرة كل من سامق في الإقصاء ديال المتقاعدين السابقين ما قبل 2012 إلى غاية 1985 إن شاء الله سيخرج من الدنيا سيرين الله فيه العجاب العجاب فيه إن شاء الله وراجعين نفس الشي بوجوه جديدة لأن الوجوه اللولة تم استهلاكها خرجين بوجوه جديدة لكن نحن سنعرفهم ترقاها وقال لك باقين سنقوم وفي 2003 نعرف أن 2003 بدأت المظلومية 2003 قلنا بدأت المظلومية وخرجت النقبة التي كانت في المعارضة وقدرت تحتج وقدمت شكاية أسئلة كتابية إلى وزارة التربية الوطنية وقامت باحتجاجات وأصبحت تخليد يوم 13 فبراير من كل سنة كيوم تخليدا للاحتجاج على المرسوم 2003 لوجوه 0 854 للتعسف هذا يعني بأنها كانت هناك تضل المرسوم وأن المرسوم تحديد شروط الترقي الذي اصدر في جوج ديسمبر 2005 وهو المرسوم 403 0 4 0 4 403 التي حدد شروط الترقي ركن هذه السنوات 2003 2004 2005 تم فقط حصريا الترقية بالاختيار في حدود 22 يعني لم يكن امتيحان الكافة الميهنية في هذه السنوات الثلاث وهذا خلق ضرار ثانيا الناس الذين ترشحوا في المادة 112 من 2003 إلى 2007 وكانت ترقية استثنائية وكانت ترقية استثنائية وكان خاصهم يدوزوا ويطبقوا فيهم الحصيص السنوي مادة 990 في حين أن تمديد من 2007 إلى 2010 للمراجعة من 2007 إلى 2010 كل المتقايدين يدوزوا خارج الحصيص وفي 2011 كل المتقايدين يدوزوا خارج الحصيص وتم اعتماد ترقية بأتر كما قلت سابقا أصحاب الإعداد من 97 وكان هذا الوقت خاص جميع المتقايدين اللي كانوا فيهد منهم طبقوا فيهم الحصيص السنوي كان يدوزوا خاص يطرقوا خلافا للمادة 99 ما يصير للمحص السنة ولكن انت واحد ما بغي انتبه لهم ورغم أن المرسوم تحديد شروط طرقي بالنسبة للموظفين في الدرجة والإطار رأى ما اصدر الجريد الرسمية حتى السعود فبراي 2006 ورغم ذلك تبقوا في الناس اللي ترشحوا بالمادة بالمادة 112 واللي بدأت في 13 جوز 2003 تبقوا فيهم هذا القانون ديال هذا ديال ذات المرسوم ديال جوز 0 400 و3 تبقوا فيهم يعني المادة الرابعة التي تشترط ماذا تشترط يعني استكمال عشر سنوات كاملة عشر سنوات كاملة يعني الشرط النظامي من أجل الترقي من درجة إلى درجة كل شي هاد شي كل شي هات تضل المتعسف اللي تعرضوا للناس يتقاعدوا مع قبل 2012 في 2003 2004 2005 2005 2006 2007 2008 إلى آخير يعني وما استفدو وبقي الآن تقول لك هذو تقصوهم وما يستفدوش علاش باش يوفروا هذك الغلاف المالي ديالهم ويعاودوا يستفدوا باغينهم وما يستفدو ثاني مرة أخرى استفدو المرة لأولا وترقاوا يعني استفدو من المضامير رمقوش مقسيين استفدو من المضمون ديال لعدك المرسوم لهم من اللي وافقوا عليه إذا ما بقاش مقسي ما تقولون لي مقسي مقسي ما كيش هم غالطة هذه أخرى رمقوش ترقاوت من 2012 2015 وشاط من هم هذو هذك هذك رمقوش مقسي هذك رمقوش الشرط النظام دي عشر سنوات هما إذن ما عندهم تشع علاقة تقول لك مقصي اللي بقين مقصي ما تهدروش عليهم أصلا وجاء وتاني وتتصدرون نفس المشهد وتهندو بإصلاح المقياسي إصلاح مقياسي دي تم سنوات دي أما ما قبل يعني هذو ما تهدروش عليهم وجاء النقابة اللي تجي تدعم هي يلي يلي إدارت لهم يعني فتحة المقرة دي لكي تشكل هم في جميع ربع المغرب هي اللي الآن تتنادي بواحد واحد 2012 إداريا والآخرين تتنادي بواحد واحد 2016 إداريا رغم أنه مرة تحينة الوضعية من 2012 خلافا للقانون لأنه من 2012 2015 تقولون بأنهم كانوا مقصيين أصلا مقصيين من مضام المرصوب دي الجوز 19 500 ورغم ذلك هذه النقابة الآن تؤيدهم وتترسم واحد واحد 2012 إداريا وتتدافع عليه واستافدوا وباقي باقي باقي يستافدوا مرة ثانية والآخرين استافدوا والناس لم يستافدوا أصلا لم يكن تحين الوضعية إدارية لم يكن المتقاعدين التي تقاعدهم ها قبل 2012 إلى غاية المرصوب 1989 وتم وتم التحيين دي اللوائح اللوائح دي اللوائح اللي حصرتها الموارد البشرية دي الناس اللي توظفوا بسلم 7 وبسلم 8 من 1982 إلى غاية 1986 ولكن التحيين دي داروا التحيين دي الناس اللي تقاعدوا من 2012 يعني باش نوضح أكتر الميزة جور داروا ابتداء من 1 1 2012 هذا الشيء للناس اللي قبل من 2012 ما عنده لديو ميزة جور من 2003 كان عليهم على الأقل يداروا الميزة جور دي الجميع الناس اللي تقاعدوا من 13 جوج 2003 تاريخ صرور المرسوم دي جوج 0 854 اللي هو النظان الوزارة التربية الوطنية ابتداء 13 جوج 2003 تاريخ صدور دي الجريدة الرسمية وتاريخ التفعيل دي 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 من بدتي التحييين يتم من هذا التاريخ دي الجميع منطقة هذا ما قبل 2012 كل شي يتوظفه بسلم 7 و 8 كان التحييين خاص يتم من 13 جوج 2003 ثلاث و نضع مثال آخر مثلا دي التاع السوف كان نضع مثلا في 2005 بالاختيار كل عنده مثلا في السلام يعني زوايا مثلا 97 وترشح يعني عنده مرشح في التارقية بالاختيار في 2005 يعني عنده 8 سنين في السلام و واحد من هذو الذرك ي اللي استافدوا مداز تل 2000 تل 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 وترشح معاته في 2005 و اده لي بالأقدم العام وال آخر طبقت في الحصيص الحصيص السناوي وتطبقت في عشرة سنين رغم انه راه كان مترشح ب 6 من 2003 والنفس هذا اللي داز تاني من 2005 سنين سنين في 2011 و 2011 داز لي سيل ديس وتعطاته ربعة سنين يعني تعطاته ربعة سنين يعني 2011 2015 خرج التقاعد 2015 تعطاته ربعة سنين و مداز هو ديس تل يعني و صدق 2011 يعني سعود عشرة 2011 يعني 2011 سنين 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 2017 خرج في 2017 و تعطاته ربعة سنين و ديس و ديس ال 2011 و عنده سنين و كان اللي تقاعد قبل من 2012 تقاعد في 2019 ديس لديس هو 99 و نكمل عشرة سنوات و نكمل عشرة سنين و سبعة شهر و مداش و كي اللي تم تقييد خارج في اللوائح ديال الطرقي بالاختياء و مدوزوش رغم أن الشرط الأساسي بالنسبة للطرقي من درجة إلى درجة اللي جاء في المرسوم ديال 0 403 يحدد شروط طرقي في الدرجة والإطار يشتريط يعني المادة التانية تشتريط خاص يكون مقيد يتم تقييد في جداول الطرقي بالاختيار بلا سنوات اضافية بلا سنوات اعتبارية ومداش وطبقت في الحصيل السنوي وكان لما مقيد مواله وتزادت سنوات الاعتبارية هذا السبب واحد لأنه تقاعد من بعد 1 2012 مواله لأنه تخريج اللي دارت هذه النقابة مع ذاك الآخرين سواء الإدارة التي تمثل الإدارة سواء التي تمثل الضحايا التي تمثل الضحايا وتذر بإسم دينا العرابون كما تقول احنا وهناك سأكتفي بهذا القدر وسأوضح أشياء أخرى في فيديوهات مقبلة وتحية النضالية لجميع الأحرار والحرائر الشرافاء والشريفات في هذا البلد الأمين من طنجة إلى القويرة وتحية النضالية الله يدير لفه الخير